قال المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان قال إنه في ظل تطورات شديدة الخطورة التي يمر بها الإقليم منذ العدوان الإسرائيلي الدموي على غزة والتي تعقدت وزادت حدتها خلال الأيام الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي مكتمل الأركان على لبنان فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد جدد مطالبته للحوار الوطني بإلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة أضف المنصق العام للحوار الوطني أن اهتمام السيد الرئيس بهذه القضايا قد برز منذ خطابه في الثاني من إبريل بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب عندما وضع حماية وصون أمن مصر القومي في مقدمة المحاور السبعة لمهام فترة الرئاسة الجديدة وأضاف قد طالب الرئيس بعدها بأيام في إفطار الأسرة المصرية طالب الحوار الوطني بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلساته نظرا لتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وأشار المنصق العام للحوار الوطني أنه في ظل مطالبة الرئيس الأخيرة بعد النظر الخطيرة لاتساع الصراع في المنطقة كلها فإنه سيكون مطروحا على مجلس أمناء الحوار في اجتماعي المقرر غدا منقشة وتحديد الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية بحيث يتم بعد عقدها رفع توصياتها كالمعتاد للرئيس ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا